خلينا نحكي شوي عن الصناعات الدوائية أيضاً هذا كمشروع يعني يمكن موضوع شائك شوي بعد ما صار في مصنع الشفاء في عام 1998 على الرغم من ما يقال عنه كان يؤمن 50% من الدواء للشعب السوداني اليوم صناعة الدواء أين هي؟ وهل من احتمال الاستثمار في هذه الصناعات أيضاً لتأمين الصحة للمجتمع السوداني؟ نحن اليوم بننتج حوالي 40% محلياً من استهلاقنا للدواء بنطمح لأننا نصل لاكتفاء ذاتي من الدواء المصنع محلياً وأكثر من ذلك لنحن طموحنا لموقعنا الاستراتيجي أننا ننتج ما يكفينا ونصدر للإغليم حولنا ماذا عن الشراكات العالمية في هذا الموضوع؟ مؤكد هذه الصناعة ما ممكن أي بلد يعملها منفرد لازم تحصل فيها شراكات لأنه زي ما عارفه أنه صناعة الدواء فيها الموضوع بتاع البيتانس وكل المسائل ونحن قطاعنا الخاص عنده القدرة عليه أنه يقدر يجيب استثمار أجنبي في هذا المجال ونحن موفر له كل الإمكانات من مزايا تفضيلية إعفاءات للمدخلات الإنتاج الخاصة بالدواء إلى آخره وندعم هذا القطاع لأنه هو قطاع مهم وحيوي ولأنه بيصب في سياستنا الجايمة على تطوير الكادر البشري بيدعم القطاع الصحة والتعليم